السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سنشارككم زيارة المعرض الكتاب اليوم 3 ستا يونيو 2023 سنشارك معكم التجربة اول حاجة حاولوا انكم تاخدوا معكم هذا اللاكا اختراكي وزعوها لانه ستعاونكم بزاف انكم تلقوا ودورنا شركة تقلبوا عليها وحتى فيها الخريطة المعرض كامل باش تنتقلوا من جناح لجناح الاجنحة وكل جناح بالالوان هذو كل خرائط يكونوا عند هذه الوصفات اللي لبسين هذه الليبسة كحلا وعندهم ان شاء الحمر تبارك الله المعرض كان عامر اليوم بدأوا بالدار الاولى اللي هي الرابطة المحمدية للعلماء هذي كتهتم بتورة المغربي فيها كتب على الفقه والعلوم الدراسات الإسلامية كتهتم بكل ما هو مغربي يعني اي كتاب حول الاعلام مثلا شي عالم مغربي ستلقوا عندها والكتب ديلهم تمن ديلها جد مناسب كتهدر على المذهب المالكي وكل حاجة كتتعلق بالعلم الشرعية كما كتشوفوا هذا جناح ديل وزارة الأوقاف هنايا كينا مؤسس محمد السادس لنشر المصحف الشريف عجبتني بزاف هالدار وكيعطوا هدايا دي القرآن الكريم كتجي وعندهم واحد لغوجيستر كتكسبوا الرأي دي لكم ولا عندكم اقتراحات وكيعطوكم هدية المصحف المحمدي رائع جدا أنا كيعجبني بزاف هد المصحف هما المهمة دي لهم أنهم كينشروا المصحف المصحف الكريم في العالم كامل وعندهم بلغات أخرى منها الإسبانية والفرنسية والإنجليزية ثلاثة لغات حاليا لكينين وكي يحاولوا أنهم دا بيزيدوا لغات أخرى عندهم هنيا هدو العرض فقط أنواع دي المصحف تبارك الله أنواع والأحجام وهد شي صراحة كيف يفرح العناية دي المغاربة بالقرآن الكريم كين حتى مصحف باللوح كل صفحة فيها لوح ها هو المصحف المحمدي من الداخل هدا هو الهدية اللي اعطونا ممكن أنكم حسنتوا ما تشاهدوا هد الهدية هادي دائما في الرواق دي الأوقاف عندهم كتب حتهم على المذهب المالكي أي حاجة تتعلق بالدين ستلقوها عجبيني بزاف هد الكتاب عندهم في موكيب السيرة النبوية دي رغي عشرين درهم هنا بغيت نشير لكم لهذا البرنامج ماهر ممكن أنكم تقربوا عليه في أنتغنات فيه تكوين الشباب مدة عشر أشهر لوجينوغي لوليداتكم اللي من مور الباكالوريا هادي دار الحديث الحسنية في الرباط عندهم الإصدارات حتى هما مزي هنا إن شاء الله هنا غدي تشوفوا كينين احتموا حضارات كين ما اشتوفوا هادك الرواق اللي عجبني أن بزاف المكتبات تهتموا بالتاريخ دي الأندلوس بحل هذا وكين هاد مركز أبو ضبي هادوا عجبوني بزاف بزاف هاد الكتبات ديرين كتاب الجيب لديك الكتب اللي فيها مجلدات كتلقاها كتاب صغير كتاب الجيب فيه مختارات مثلا دي الجاحض دي البنو خالدون دي البنو حزم الأدكية كاليلة وديمنال بوخالة أي كتاب من دكش اللي كبير ديرينو مصحف الجيب والطبعة رائعة جدا 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 ورق ديلها في فنين هكدا كتتعرفوا على الكتاب يعجبكم كتب شو كتتخدوا المجلد كامل كاللي فيه عدة مجلدات أنا أخذت هذا دي البنو حزم الأخلاق والسير هدا كين من منهم اللي فيه الكتب كامل بحل هاد الكامل كين حضور ديال إفريقيا في هذا المعرض واحدة دول خرب حل هنا قواتيمالا هدا أمريكا الأمريكا اللاتينية كيعطوكم دي كادو بحل هادو دي بغاسلي ديال للدين منين كتشو كتاخدو مغاتويتمون كيعطوكم بزيف اللي كادو بحل هادو تاني بغوش فيها البباغة كيعرفوا بالتقافة ديالهم ومنين كتدخلو كيوركم الخرائط ودك الشي مزين الأطفال يشوفوا بحل هادشي هدا كين حتى ديكادو أخرين بحل ديكليسة الشي الداخل فيهم واحد اللعب عجبني عند هاد جمعية الرباط الخير أنهم كي يهتموا بطاريخ المرأة المجاهدة عجبني هاد كتب هادا والأعلام ديال المغرب ديال الحركة حركة التحرير والمفكرين ديال المغرب هتلقوهم عند هاد در هادي عندهم حتى واحد الكتاب ديال طبخ خاص بلاك ويزين مغوكين دو غابا طبخ ديال الرباط تقليدي هاد الرواق هادا كي يهتموا بالروبوتيك الوليدات الصغار اللي صغار بزاف يعني عمليم واحد اللعب عجبوني بزاف صراحة يعلموا من التجاهات اليمين الياسر هوا اسم الدر وديكشي بوحد طريقة مزيونة هادا كتاب الأنساب انا كانت تكون فكرة على الكتب الى عقلته على هاد العربي الصغير واحد ما جلمني كنا صغار شحال هادي كانت تفاجأت انها مازال موجودة لحد الان وطورت اكتر هادية الدر اللي فيها جايين من الكويت وعندهم حتى العربي مجلة العربي صوش بريس هادي عندهم هاد المجلات دي المانغا ولكن باللغة العربية كيوزعوهم مجانا هادي واحد المجلة اللي هي سعودية ديرين تجربة دابا كيوزعوهم مجانا باش من بعد غاي دخلهم المغرب بزاف داب الناس كيعجبوهم لي مانغا حتى الكبر عجبني هاد كتاب هادا الاحكام الفقية للمعاملات الالكترونية علش عجبني لانا كيهدر على شي حاجة اللي دابا كنحتاجوها ولو ذاك شي ديال الديجيتال خسنا نعرفوا الاحكام ديالو فهو ما عندهم هاد الكتاب هادا هادو اصدارات سعودية عجبتني بزاف الحويج في هاد دار هادي مثلا عندهم هاد المصحف دي بطريقة برايل مصحف مقسمة ثلاثة الاجزاء لان كتعرفو كيحتاج بزاف الاوراق اللي عجبني ايضا عندهم حتى كيعلموا كيعلموا حتى الرياضيات والحساب بذيك الطريقة حتى صحيح البخاري عندهم حتى و بذيك طريقة برايل للناس اللي عندهم ضعف شديد في البصر ولا ما كيشوفوش واللي عجبني كتر هو انهم ماشي محصولين فذك شي ديرين حتى مجلات باش تدوك الناس يتقفو ويعرفو شنو كين في الدنيا هاد شي كين عند الدار السعودية كتلقوا في الارويقة كينين واحد الاماكن مخصصة لمحاضرات يوميا كينين محاضرات ممكن دخلو الست كتب ديال المعرض وغادي تجبرو فيها شنو هما المحاضرات لكينين وفين اي رواق كينين وذيك الشي رائع كين هنا يا كتب ديال اللغات بالانجليزية لاحظت انه كين حضور بزاف على ديال الكتب اللي كاتتهضر على اليهود المغاربة راكم عارفين دابا مع التطبيع ولو كينشروا التقافة هادي هاد دار هادينيس عندها كتب اللي عجبني كاتهتم بكل مدينة ديريالكتاب برباط مراكش لا بغتي شي كتاب على شي مدينة كتلقاه هاد المؤسسة مؤسسة اليدريسي عجبوني الكتوبة ديال الأسرة الأسرة المغربية بين الحماية القانونية المهم اي كتوبة عندها علاقة بالأسرة كتلقوها هنا من ناحية القانونية ومن ناحية الدينية من ناحية شريعية عندهم هاد البوزل عجبني بزاف دير ثمانين درهم في هالمدن ديال فلسطين كلها مزيانة تديو هالوليداتكم يعرفوا الخارطة ديال فلسطين كاملة مع هاد شي اللي واقع دابا كما كتشوفو هادينيس دار الإدريسي في هاد الكتوبة ديال الأسرة كما قلنا عجبني كينين كتوبة جداد كي هدرو على مواضيع المعاصرة بحل الكوران إلا غيزون حيث دابا بزاف كي هدرو على مشاكل القرآن بعيد على الواقع بحل هذا مع الله قليلا شوناد الكتاب ديال التدبر اللي بغي يعرف أكثر على تدبر القرآن هاد على القضية الفلسطينية دير غير ثلاثين درهم كما قلتكم الأتمين جوني مناسبين في المعرض حنا دابا في رواقسي كما قريتكم كينين بزاف الأرويقة كينين هدا الكتوب ديال الأشقر هاد كتوب ديال الأشقر سليمان الأشقر مزونين بزاف انتم كتشوفو هاد الكتوبة ديالو وكينين كينين زعما حاجات لي ممكن كينين كونين عنهم أسئلة بحل على العقيدة على الملائكة كيفاش عاملين ودكشين يبغى أسئلة عليهم الأجوبة هاد دار هدي عندها عجبني بزاف كتوبة ديال التاريخ الخاص بالمغرب يعني أي حاجة عندها علاقة بالتاريخ المغرب القديم والحديث والمعاصر كل شي كينين عندهم عقلتوا على تول يونيذير هاد الانسيكلوبيدي مني كنا صغار كنا 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 نلقوها في المكتابة ومنك ناخدوا المعلومات ما كنت لا أنت أغنيت لأولو هاد الدار ديال العكاد هم متخصين فقط في الموسوعات أي مجال عندهم موسوع ديالو فكرتني في أيام الطفولة ها وما غتجبروا عندها لزوم سيكلوبيدي كلهم حل هادي ديال الطب وديك شي مبسط وطبعة كتكون رائعة ممتازة بالألوان والوراق ديال هزوينين هاد واحد الكتاب الكتاب هاد انا مشاركة فيه في مقال ركاين عند هادا كين عند الرابطة وهنا كتلقوه كما أقولكم قبيلة كتلقوه نداوات ومحاضرات كتجيو كتجلسو كتستافدو الأجواء الصراحة في المعرض رائعة وتقدروس شي منهار كامل ما تحسوش بالوقس أنا مشيت في الصباح مع العشرة كيتحل وبقيت مكحتة للربعة ونص هادا الكادولي يخدينا من قواتيمالا هادي مؤسسة السعود عجبني هاد الكتاب هادا ديال البرغواطيين لان ديال التاريخ ولينا كنت سمعوا بزاف على هاد الشي هادا على هاد الكلمة هادي مزيان تعرفوا على التقافة المغرب شنو كان فيها عندهم كتب على الفلاحة على البيئة الطبيعة والنباتات في المغرب البرغواطيين كنت قلتكم هما واحد القبيلة كانت في الدار البيضاء إذا كنت تعرفوا عليها اكثر غتلقوها هنا هنا هادي واحد دار النشر عندها كل ما يتعلق بالأندلوس تاريخ الأندلوس و الحروب اللي كانت فيها في الأخار لاحظت هاتيمام كبير بتاريخ الأندلوس في هاد النسخة هادي ديال المعرض واحتى الطبعات الطبعات الصراحة مزونة عندهم هاد الدار هادي هي دار تونسيات أتعجبت أنهم هما تونسوا وجايبين كتاب لو تكلمت حيطان وفاس والمؤلفة دياله مغربية هاد الدار هادي متخصة في الكتب ديال مصطفى محمود وكتب التنمية الداتية إلا عقلتوا عليهم باقي دكشي موجود وحاضر باقي الحد الآن كلها موجودة لاسيغي كاملة دار المعارف هادي واحد دار مصري هنفكركم بواحد الحاجة كنا صغار ذوك القصص ديال المكتبة الخضراء اللي عقلتوا عليها جايبين كل شي لاسيغي 15 درهم الوحدة وعندهم واحدة ديال كتب ديال العطية الإبراشي ما جابوهمش هاد ساعة ولكن عندهم واحد موزع دار الآفق فمراكش عندهم والتمندلهم جد جد مناسب كينا هاد الدار هادي عندها هاد الرواق خاص بتعلم اللغة الصينية دباركم عارفين ولت مطلوبة صدر اللغة الصينية فيها جميع الكتب ديال هاد اللغة هادي واحد الكتاب اللي جديد الروايات بزاف كيبغيوا الروايات ديال خولة حمدي كيين هاد الإصدار جديد ياسمين أبيض دير مية درهم هاد الرواية هادي وكيين نحتر روايات ديال هالخورين في قلبي أنثى عبرية كيبغيوها بزاف نين كتاخدهم عندهم شي حاجة كيعتكم واحد الهدية صغيرة من عندهم كيين حضور ديال وزارة التقافة الفلسطينية عندهم كتب وروايات ديال أسرة فلسطينيين هاد دار هادي عندها واحد القصص للأطفال يعجبوني بزاف تمن ديالهم مجد مناسب واحدة طبعا مزيونا مصوروا بالألوان وكل وحدة فيها بزاف مثلا دي قصة القرآن فيها قصة البقارة قصة حمار عزير فيها قصة موسى فرعون أصحاب الكهف فيها كل شي بزاف القصص كلهم في باكية وحدة دي رغي خمسة وعشرين درهم والطبعا مزيونا ملونا مبسطة اياد القنيبي كيبغيوها بزاف الناس كين الكتب دياله هنا يا وحتى هالا سامير كيما شتوق بيلا في الكتب هالا سامير مصرية وكتهتم بذيك شي ديال الأسرة والعلاقة الزوجية الكتب ديالها موجودة حتى هي وعجبني هاد الكتاب الهجرة من غرناطا إلى تطوان كيما قد كم كين حضور بزاف ديال هاد نتمنى هاد الجولة تكون فاتكم وإن شاء الله تمشي واحتنتوا ما دوروا المعرض وتاخدوا فكرة وهو ربقي هاد الأيام حتى لنهاية الأسبوع هادي وسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة